بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر حوما لا أنذر آباؤهم فهن وافنون لقد حق الهوم على أكثرهم فهن لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فني إلى الأبقال فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم ستلا ومن خلفهم ستلا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وصواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالضعيب فبشره بمغفرته واجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الأرية إذ جاء المرسلون إذ رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشنفنا وما أنزل الرحمن من شيء إن لمنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البناو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم أنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب البلين قالوا طائرهم معكم لين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا هم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه يا لها ذنين يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا لي تخلني علمون بما وفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من جن من السبار وما كنا منزلين إن كانتنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا فم أهلكنا قبلا من القلون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وفرجنا منها حربا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعلاب وفجرنا فيها من العبون ليأكلوا من خمره وما عملته أيديهن فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينفضي لها أن تدرك القبر ولليل سابق منها وكن في فله يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفنك المشعون وخلطنا لهم من مثله ما يركبهم وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا فالوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمن ونقع من لو يشاء الله وقعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكدهم وهم يقصهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجلاث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكهون هم وأزفاجهم في ظلال على النراهك مرتكين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرم ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا أصراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم بما كنتم تكتبون اليوم نختم على أفضلهم وتغلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطرسنا على عين فاستفقوا الصراط فأنا يرصفون ولو نشاء لوسطناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن ننقع منه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوى علي كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها بالكون وثللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافر ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ننصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهند محضرون فلا يعزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وإذا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نار فإذا أنتم منه توفدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يطلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمنوا إذا أراد شيئا أن يقول له أم فيكون فسمحا للذي بيده ملكم تقول لشيء وإليه ترجع فضا خلق الله العظيم وضا خلق الله العظيم فضا خلق الله العظيم